طبعاً في البداية إحنا متفقين إحنا بطبيعتنا وبثقفتنا كشعب مصري ساعات كتير بناخد أدوية بدون اللجوء طبعاً لمتخصصين أو طبيب فكرة إن أي حد تعبان شوية فيلجأ لجيرانه ولصحابه ولأي حد بيستشيره يقولك من الخبرة ووسأل مجرم ولسألش طبيب بالضبط كده الفكرة في حد ذاتها في الأول نتكلم عنها يعني أكيد تي حاجة خاطئة هو هقول لحياتك حاجة الإنسان بطبيعته وبيخاف وبيخاف من المجهول وبيخاف من التشخيص يقولك يروح للدكتور بقى يطلع لي بقى حاجاته بتاع خلايا كده نجرب يومين ثلاثة كان محمد جاله واش عارف مغس وطلع شوية حرقان في البولد وكان مش عارف مين بقيته واجعته واخد شوية لبل ارتاح وفلانا جالها إمساك طبعا ده كلام خطر جدا وغلط جدا لأنه ممكن تبقى سكة تانية مش كل واحد زي التاني ومش كل واحد عنده إمساك يبقى علاجه زي التاني مش كل واحد عنده مغس يبقى زيدة أو العكس مش كل واحد عنده مغس ما يبقاش زيدة فاخد بارك عشان كده الناس بترتاح احنا بنسبع بحاجات بسيطة بسهل واحد حرارته مرتفعة يدوله حاجة مخفضة للحرارة على ما يشوف دكتوره واحد عنده صداع لو كبير في السن لازم يتقس الضغط الأول قبل بديله حاجة مسكين اه طبعا اه 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 انا شفت في الخمسين السنة اللي فاتت ماشا الله نيامة مشاكل من قلوق واحد يكلم صاحبه او زميله او زملته انا عندي كذا طب خد كذا اه 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 استاذة دكتوره اجالها مغس وكم معها امسك اه طلبت زملته استاذة دكتوره زي اه اه اعطتها بسيطة بسيطة اعمل حقنا الشراجيه اه عمد حوض الشرقية ودي كان عندها اتهاب الزايدة الدودية وفجرت الزايدة الدودية وحصل اتهاب بريطوري من جسد مكالم التليفون الناس بطبيعتها بتفتي وحتى دكاتر وليك عشان اريعوا بطرعة والواحد نسى ياسمين كل ما بيكبر كل ما بياخد دروس اكتر احلى صحيح